المرة والتاريخ يقول كتير قوي في المنطقة دي يا ما فرص ضعت نتيجة هذا التنويم مفيش بطولة بتتحقق وده تاريخ الدوري ودي ثقافة الاهل مع الدوري كل مباراة هي مهمة لغاية لما احسن بطولة الدوري ويبقى عدد النقاط المتبقية اقل بكتير من الفاء او اقل من الفرق اللازم لا يمكن تعويضه عمليا ساعتها لا يحتفل ببطولة الدوري لكن فارق قد كده الاهلي جدول الترتيب لو افكركم به بينه وبين الزمالك 9 نقاط حتى مع الحديث عن انه الاهلي لعب 8 مباريات والزمالك لعب 9 يعني 9 نقاط وفيه مباراة مؤجلة للاهلي لكن هذا الفارق الناس بدأت تتكلم على انه التساع الفارق ده معناه ان المسابقة ضعيفة وكل واحد عايز يقلل من قوة الدوري المصري يبصله من زاوية انه الاهلي متفوق فيه لانه اخد العلامة الكاملة حتى الان وبعد قوي بالصدارة بعد قوي بالصدارة لمجرد انه بينه بين المقاولين التاني وانتوا ليه بتقسوا بس على الزمالك ما المقاولين عماد النحاس عامل موسم هايل جدا وعنده 22 نقطة وورا الاهلي بنقطتين اتنين صحيح انه لعب مبارتين اتنين زيادة عن النادي الاهلي لكن ما هو لعب نفس نقاط عدد الاتحاد السكندري ونفس عدد مباريات سموحة ونفس عدد مباريات بيرامدز لما المقاولين يتفوق على بيرامدز بامواله الكبيرة جدا وفرقته الضخمة وتعاقدات الكبيرة ألاقي بيرامدز من عشر مباريات عنده 16 نقطة والمقاولين من نفس عشر المباريات عنده 22 نقطة يبقى الدور ضعيف ألاقي الاتحاد السكندري عنده 20 أقل من الاهلي بأربع نقاط فقط واسموحة عنده 17 الزمالك هو اللي عنده 15 متساوي فيها مع الانتاج الحربي لكن هل يمكن اعتبار فرق النقاط لو اتسع ده معناه البطولة ضعيفة واللي هو البطولة ضعيفة مدام الاهلي ركبها إذا الاهلي ركب وتصدر يبقى الدور ضعيف القوة إن الاهلي ما يبقاش متصدر وما يبقاش الفرق كبير ما يبقاش الفرق كبير لكن لما نتفرج على الدور الانجليزي ونلاقي الفرق بين ليفربول ولسر سيتي وصل لل13 نقطة كاملة لا ده أقوى دوريات العالم طب ما هو قلولنا على المقياس اتساع الفرق دليل قوة ولا دليل ضعف الهوة الكبيرة بين البطل والتاني أو البطل والمنافس المباشر لو اعتبرنا الزمالك الغريم التقليدي مع كل الاحترام للمقاولين والاتحاد اللي عاملينه السنة دي لكنه ألاقي الفرق بين ليفربول ولسر سيتي 13 نقطة الرجز عنده 55 ولسر سيتي عنده 42 ووانشستر سيتي عنده 41 والشيلسي وليفربول كمان عنده ماتش أقل يعني لل13 قبل النهاية تكون 16 وما حدش قال الدور ضعيف لكن الدور ضعيف في مصر لما الأهلي يتقدم أول ما الأهلي يفرق كتير يبقى الدور ضعيف حتى في دور الشباب دور الشباب المسابقة الأول مسابقة على طول بعد الدور الممتاز يعني بعد الامداد المباشر للفريق الأول شفنا مباراة القمة بين الأهل والزمالك الأهلي بخيادة الكابتن عمر أنور كان فاز على الزمالك في ملعبه في الدور الأول 3-0 المرة دي فاز الأهلي فقط 2-1 لكن المباراة طبعا الفريق التسع ودي ده الجنين بتوع المباراة اللي تلعبت في مدينة نصر لكن عايز أقول لكم أنه الأهلي زي ما الأول في الدور الممتاز الأول في دور الشباب عنده 47 نقطة بس الثاني مش الزمالك فمعرفش المسابقة قوية ولا ضعيفة الثاني أمبي عنده 37 نقطة بيقل على الأهلي بعشر نقاط الجيش عنده 37 نقطة الإسماعيل الرابع عنده 36 نقطة برامز الخامس عنده 32 نقطة الزمالك السادس عنده 32 نقطة الأهلي 47 الزمالك 32 يعني 15 نقطة فرق بين الأهلي والزمالك في دور الشباب المباراة دي كان فيها واقعة حبينا نقف عندها شوية الكلمة الأولى لمحمد فخري لعب النادي الأهلي لأنه